بسم الله الرحمن الرحيم هذه منة أخرى منها الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل واذكروا يا بني إسرائيل هذه النعمة إذ استسقى موسى لقومه حينما سأل موسى عليه السلام من الله تبارك وتعالى أن يسقي قومه حينما كانوا فتيه ولم يكن لهم ماء فلحقهم من العطش وضجوا بالبكاء وقالوا أهلكنا العطش يا موسى فقال موسى كما في الرواية إلهي بحق محمد سيد الأنبياء وبحق علي سيد الأوصياء وبحق فاطمة سيدة النساء وبحق الحسن سيد الأولياء وبحق الحسين أفضل الشهداء وبحق عترتهم وخلفائهم سادة الأزكياء لما سقيت عبادك هؤلاء فأوحى الله تعالى إلي يا موسى اضرب بعصاك الحجر حتى نسقيهم بالإعجاز وهذه العصا نفس العصا التي صارت ثعبانا الحجر شنو كان إما حجر خاص كان أو مطلق الحجر فامتثل موسى للأمر وضرب الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا بعدد أسباط بني إسرائيل لأنهم كانوا اثنتين عشرة قبيلة فجرت لكل قبيلة عين خاصة بها قد علم كل أناس يعني كل قبيلة كل سبط من أسباط بني إسرائيل قد علم كل أناس مشربهم أي مكان شربهم وسر تعدد العيون إما لأنهم كانوا كثيرين متكفيهم عين واحدة فحتى يحافظ على النظم ولا يحصل التدافع تعددت العيون فتم تخصيصه كل عين بسبط من الأسباط هذا احتمال الاحتمال الثاني أنه كانت بين الأسباط عداوة الاحتمال الثالث أنه لا لم تكن هناك عداوة وإنما قد تكون العين الواحدة تسبب العداوة بينهم فماكو داعي لأن تفيض الماء من عين واحدة اللي يمكن هذه العين تسبب اختلافهم فتتولد العداوة أو تبرز أو تشتد والإنسان القائد إذا كان حكيمان يمنع كل سبب يولد العداوة لذا تعددت العيون بعدد أسباط بني إسرائيل كلوا من المن والسلوى واشربوا من رزق الله من مياه هذه العيون المتفجرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين العاثي والعاثو بمعنى مجاوزة الحد في الفساد والتمادي في الغي يعني ولا تتمادوا في الغي حال كونكم مفسدين هناك رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه كما سق الله تبارك وتعالى بني إسرائيل حينما ضمئوا كذلك يسق الله تبارك وتعالى المؤمنين يوم القيامة من محبته يقول رسول الله صلى الله عليه وآله من أقام على ولايتنا أهل البيت سقاه الله من محبته كأسا لا يبغون به بدلا ولا يريدون سواه كافيا ولا كاليا ولا ناصرا ومن وطن نفسه على احتمال المكاره في موالاتنا جعله الله يوم القيامة في عرصاتها بحيث تقصر كل من تضمنته تلك العرصات أبصارهم مما يشاهدون من درجاتهم وإن كل واحد منهم ليحيط بما له من درجاته كإحاطته في الدنيا بما يتلقاه بين يديه ثم يقال له وطنت نفسك على احتمال المكاره في موالات محمد وآله الطيبين فقد جعل الله إليك ومكنك من تخليص كل من تحب تخليصه من أهل الشدائد في هذه العرصات فيمد بصره فيحيط بهم ثم ينقض من أحسن إليه أو بره في الدنيا بقول أو فعل أو رد غيبة أو حسن محظر أو إرفاق فينقضه من بينهم كما ينقض الدرهم الصحيح من المكسور ثم يقال له اجعل هؤلاء في الجنة حيث شئت فينزلهم جنات ربنا ثم يقال له وقد جعلنا لك ومكناك من القاء من تريد في نار جهنم فيراهم فيحيط بهم وينتقد من بينهم كما ينتقد الدينار من القراضة ثم يقال له صيرهم من النيران إلى حيث تشاء فيصيرهم حيث يشاء من مضائق النار سقان الله وإياكم من محبته من هذا الكأس وصلى الله على محمد وعاله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر